إزاي يقدر كابتن مجدى عبدالعاطي يعود غياب أومد أكري وإحمد عبدالزاهر هجومية؟ الأمور تبقى صعبة جداً بالنسبة للأسوان لأن المتاح صعب جداً اللعيبة المميزة موجودة في أسوان يمكن بنتكلم في أومد أكري من اللعيبة اللي فعلاً كانت بتفرق كتير جداً مع أسوان فأنا شايف أن الغيابات هتأثر كتير جداً مع أسوان بالنسبة للفرق الطنطة، طنطة عندها مشكلة على ملعبها كبيرة جداً لازم تحاول أنها تسترجع تاني الفوز على الملعب بتاعها لأن ده هيميز الفرق اللي عايزة تقعد في الدولة الممتازة فمن مصلحة الطنطة أنها تحاول أنها تاخد ثلاث نقاط بشكل سريع جداً يعني لو بصنا لكل مواجهات طنطة على ملعبها يمكن أن أخذتش النقطتين فقط ولكن تجميع بقية النقاط خارج الأرض فهي مميزة خارج الأرض عن أرضها فنتمنى أنه هارده سيناريو لصالح طنطة على ملعبه لو ما قدرش أنه يحقق ده هيبقى مشكلة كبيرة جداً بالنسبة له